اول حاجة اللي بيمر بيه الدل المرحلة دي اول حاجة هو دلوقتي حالا بيمر بيه وضع اساس لمرحلة جديدة او لحاجة جديدة بيبتديها ممكن يكون الدل بيبتدي عمل جديد او بيبتدي مثلا مشروع جديد او عمل جديد او هو في نفس مكانه بس فيه قعدة قعدها اهو مع ناس ممكن دول يكونوا شركاءه في الشغل او زبايله او مديرينه لوضع خطة واساس لمرحلة اللي جاية ان شاء الله هيبقى ميتنج او اجتماع مثمر باذن الله بس المطلوب من الدلو انه يسمع يسمع كويس للتيم بتاعه يسمع كويس لزملائه او شركاءه في الشغل وما ينفرش وينشر دماغه بحاجة معينة نسمع بعض ده عمل جماعي لو الدلو هو صاحب العمل ده برضو نفس الحكاية يعمل الناس اللي شغالين معاه على انه هم شركاءه ومش ناس بتشتغل عمله تمام عشان نوصل في النهاية لوضع اساس محترم كده لمرحلة الجديدة اللي داخل عليها برج الدلو ايه الحاجات اللي نفسه فيها برج الدلو يعني هو ده تقريبا دكارتك يا برج الدلو عارفين حاجة ماشية بسرعة مش بسرعة فيها يعني مرضود كتير هو عايز مرضود كتير وكمان ممكن يكون الدلو هو اللي عايز يدي عنده كمية طاقة حب وطاقة عطاء كتير ونفسه ان هو يطلعها ما تطلعها حب الناس اللي حواليك اديهم اهتمام ركز معاه و اديهم حب دي طاقة انا شايفاها دي حاجة نفسه يعملها الدلو وعنده طاقة اهتمام وحب ويعني طاقة كبيرة جدا نفسه ان هو يخررها ايه كمان اللي ممكن يكون الكث ده بيوحي ان البرج الدلو محتاج لشوية ايجابية في حياته محتاج شوية طاقة ايجابية ده كارت الندم وده بيوحي بطاقة مش بس طاقة عطاء لا كمان طاقة ايجابية نجم حاجة بنورة طاقة يمكن تكون طاقته دلوقتي علشان كده الكارت ده جاي في الحتة دي ان هو نقصه في طاقة كويسة ان هو مفتقد للحتة دي مفتقد ان طاقته تكون متجددة جدد منطقتك يا برج الدلو في حاجات كتير جدا ممكن تعملها تجدد منطقتك الرياضة تلعب ياضة تحفز نفسك ايه دي نفسك دايما امل ان اكيد ان شاء الله بقر حيكون احسن هتلاقي طاقتك ان شاء الله تجددك والدنيا عندك باقي تمام ايه التحديات اللي عند برج الدلو اهي ده كلب يوحيه بالثقة بالنفس اوي وصلت من نفسه اوي في حتة البادي لانجوش بتاع الكارت اللي هو ايه انا جامد اوي انا اعمل ايا حاجة انا فوت في ايا حاجة دي التحديات اللي عندك لعله وعسه ده انظار يا برج الدلو انه زيادة الثقة في النفس ممكن يكون ليه مرضود عكسي يعني كل حاجة بمقدار معقول حلوة جدا دي التحديات اللي قدامك ويمكن يكون معنى الكارت التحديات ان انت مش عارف تبتدي البداية جديدة دي ده واحد مقبل على حاجة جديدة ومستعد لها ومتحمس لها جدا جدا يمكن الدلو مش عارف يوصل للنقطة دي في عكسات في حاجة وقفة في طريقه انه مش عارف يوصل لحتة البداية الجديدة دي اسبر ان شاء الله كل حاجة هكون كويسة ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الدلو توصل للنقطة دي للأسف المادة الفلوس اللي حيساعدك انك تستسمر في من فلوس يعني فلوس حقيقية ان انت توصل للحتة دي ايه كانت المشكلة اللي بيمر بيها الدلو انا شايفة الطاقة المساج اللي جايالي الحل او الوسائل المساعدة اللي ممكن تساعدك توصل للنتيجة اللي انت عايزها فلوس اما انه بتدفع مثلا في سمار بتحط في فلوس عشان تحلي مشكلة معينة حتى تدفع فيها فلوس ده الحال هالف الماترس الدراهم ده اللي حيساعدك تخرج او انك انت توصل للحتة اللي انت عايز توصلها اوكي ايه النتائج المتوقعة اللي تحصل بالنسبة للشهر ده حيوصل للايه الداد بداية جديدة جاية ايه خلاص اهي ايس الايس زي ما تعودنا في اللايبوات القبية جدا دايما بيحي بداية جديدة وانتصار لو عندك مشاكل او عقوسات دلوقت يا برج الدلو توقع ان شاء الله انتصار جواك زي ما قلنا طاقت عطاق كبيرة جدا جدا او انت واخد بالك ان انت محتاج تركز ان انت بجد تطاقتك وتطاقتك تكون احسن عارف انت لازم تعمل ايه ومقبل انك انت تبتدي بداية جديدة هتوصل ان شاء الله بس الحاجة اللي انا شايفها ان انت محتاج تعتمد على نفسك في حاجة فخليني اقول برج الدلو لو انت معتمد على ناس تانية ان هي تحل لك المشكلة او توصلك للنتيجة اللي انت عايزها لا اعتمد على نفسك ده معتمد على نفسه خواس؟ طيب تعالوا نشوف بالنسبة لصحة الدلو نتمنى على صحة ايه القراءة حلوة الحمد للان فيش اي مشاكل شايفها ماشية بشكل شهر مهم عن برج الدلو ان شاء الله هيعمل حاجات كويسة وحيوصل للنتيجة او البداية اللي هو عايز يبتديها ده اوكي صحيا ماشاء الله كويس لا حلو جدا بس بيميل للجلوس يعني ما بيتحركش كتير عايز جد التقطب اتحرك اوكي اتحرك القراءة ده مش كويسة بس الصحة الحمد لله شايفها كويسة جدا بس ما انتخبه ده الحالة المادية انا شايفة ان الدلو راضي يقول الحمد لله يعني ده صراحة الكارت ده انا يعني بحبه اكتر من الكارتن حد يبقى ان شاء الله عنده مثلا تحسن في الحالة المادية او او اي حاجة حالة الرضا دي ما قاعد بيقول الحمد لله اتشكرك يا رب انا عندي كلنا محتاجة فالحمد لله الحالة المادية كمان عند برج الدلو يبدو جيد حسنا تعالوا نشوف الدلو عاطفيا اخباره ايه وليات جاية ان شاء الله هنقول الحمد لله الحمد لله بس هماشيه للتبتيج برج برج دلو القراءة العاطفية برج الدلو تمام مش باقولكه لقد الدلو عنده كمية مشاعر الفترة دي يعني لا تقدر بتهمني. بس مش عالفة ليه ما بيوريهاش. يعني هو هو حب وجوه طبط اهتمام حلو جداً بس ما بيوريهاش. طيب الوحادته عاملة ازاي هو دفول. بالنسبة للعلامها يعني القراءة العطفية. هو عامل لحباً. عامل مش واخد بينه. او خلينا نقول حاسس انه هو في العلاقة. حاسس ان هو حر. مش حاسس له قيود. ودي حاجاتك مهمة جداً عند بوريهاش. انا شايف ان هو حاسس بمغامرة. حاسس ان هو مبسوط. هو معنى من الاتنين. اما ان هو عامل نفسه مش واخد باله. او ان هو مبسوط ومتحمس. وحاسس ان هو بيعمل مغامرة حلوة جداً مع شيء. تمام. بالنسبة للشريك الدلو حانته عاملة ساي. لان انا شايف ان الشريك كمان حاسس ان هو مبسوط. حاسس بوفرة. يعني حاسس انه فيه دلو حاسس انه هو مدلعه. ايا كان بقى شكله باهداية. باهتمام. بحب شريك الدلو انا شايفه في حتة حلوة. يعني مبسوط وحاسس بحالة ووفرة. الدنيا تمام. الدلو عايز يعمل ايه او نبسه في ايه انا شايف ان هو حابب يقدم حاجه لشريك واما هديا بيقدمه عرض لو العلاقة دي لسه مدخلتش فيه ارتباط رسمي عايز يقدمه عرض ارتباط عايز يقدم له حب اكتر كمان من اللي هو بيعمله دلوقتي يمكن الدلو مش عارف يعني يوضح مشاعره قوي فهو نفسه يوضحها بشكل احسن وشكل مادي اكتر طيب الشريك الدلو نفسه في ايه مش عارف يعني الحت دي شكلها غريب قوي يمكن شريك الدلو عايز يعمل عملية اقف هنا باز حاجه تقف يمكن مقسوط قوي من الحالة اللي هو فيها دي يعني يعني هو وقفني هنا انا مش عايز يعني عايز افضل في الحتة دي كتير دي حالة حاجه وقفة ما بتتحركش زي بتقول عايز الزمن يقف في الحتة دي نفضل كده بالشكل ده فدل نفسه في شريك الدلو اوكي الدلو شايف شريكه ازاي هو شايفه اه اه بمعنى فيه تغيير كبير طرق على الشريك اوكي يمكن دي حاجه ما تخصش العلاقة اه العلاقة نفسها على قد ما تخص الشريك نفسه يمكن الشريك دي مر بتغيير جامد في حياته اه او بيواجه شيء صعب شوية اه اه ممكن يكون شوية قلقان خايف من حاجه اه يمكن حالة لو دي علاقة جديدة الشريك حياته تتغير شوية اه بسبب العلاقة دي ابتدى ان هو حياته تاخد شكل مختلف وتاخد مرحلة تخشت مرحلة تانية فهو قلقان شوية فدلو شايف شريكه داخل في مرحلة تغيير جامدة جدا وخايف شوية اوكي تمام الشريك الدالو شايفه ازاي كينغوف بانتكالز حد عنده عطاء كتير جدا ما بيخلصش والدالو فعلا عطاءه كتير جدا جدا شايفه انه هو اه يعني بقى عنده حكمة شوية كمان ان كانت بيوحي بان في حكمة بقى بيشغل عقله شوية بقى في شوية في رزانة في الموضوع او يمكن هو اصلا كده فهو شايفه شخصية يعني عطاء جدا وكمان شايفه انه هو شخصية حكيمة وبيتم وبيراعي الناس اللي حواليه تمام ايه الطاقة اللي ما بين الدلو وشريكه ستراند في حاجة ام الدلو بقى او شريكو حد منهم عايز يقولها بالتاني في حد عايز يقول لحد حاجة وعمل يعني يختار كلام كويس جدا بحيث انه هو يقول اكتر كلام دبلوماسي ممكن تمام يمكن اه 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 الحاجة اللي بيمر بيها اه اه او شريك الدلو عارب يحسسوا على بعض بيحسسوا على بعض بس اللي انا شايفه انه الاتنين بيثقوا في بعض جدا في عملية ثقة جمدة جدا وفي عملية انه اه زي ما قلنا ثقة وانه الاتنين شخصيات قوية جدا وشخصيات قيادية جدا لكن مع بعض بيتحولوا ليه اه حاجة يعني فاري داركت فالطاقة حلوة جدا طاقة ستراند زي ما قلنا حاجة من الاتنين اما الثقة ما شاء الله بيثقوا بعض جدا 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 اه ومسلمين لبعض امور بعض يعني اه فهمين قصدي ايه انه انا بصب في شريكي جدا وعارف انه هو هيديه نصيحة مصبوطة او انه في حاجة الشريك واحد منهم عايز يقولها لبتاني بس بيختار كلامه كويس اوي اوي او بيختار الوقت اللي يقوله دي كويس اوي اوي طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده الشهر ده انا شايفة انه في عملية اه ابتقال لوقت هادي جدا في حالة استقرار زي ما احنا شايفين لو الفترة اللي فاتت كان فيها شوية تقلبات او حاجات منفجأة بتحصل الموضوع رايح يحطة فيها استقرار وهدوء كويس جدا جدا او خلينا نقول بنعدي البر امان كان الفترة اللي فاتت فيها شوية مخاطرة والفترة اللي جاية هتكون مفيهاش مخاطرة فيها خلاص امان وفيها استقرار كويس ايه لو توقع يحصل الشهر الجاي او خلينا نقول انه دي بقى دي فوقعات فعلان وده طريقة بتاعت الماب فمش هزاكوا تركزوا ايه بالنسبة للشهر اللي جاي دي طاقة تانية ممكن جدا تتغير كويس؟ في هنا خسارة بتحصل اما خسارة مادية او خسارة حد انه الدال وقاو شريكو بيفتقد حد ومش لازم الفوق دال ده انه هو يكون لقدر الله موت لا ما قلتش كده ممكن تكون في حد بيمشي بيسافر مثلا او بيحصل خلاف ما بينه وبين حد وبيحصل فراء بس الفراء ده بيزعل اما الدانو او شريكو ففي حالة خسارة او هم شوية في شهر الستة طيب شهر السبعة القعدة دي اما انه الناس اللي لسه مرتبطوش دي قعدة في عضا عارف وانه خلاص بيمهدوا ان يحصل ارتباط رسمي وبالنسبة ليه الناس اللي مرتبطة بالفعل فده برضو اجتماع عائلي بيقعد الدالو وشريكو وافراد من الاسرة في باون كويس جدا جدا بالدانية الحمدلله طيب القراءة حلوة جدا للدالو والدالو عنده عطاء كتير جدا وطاقة حب جبيرة جدا خرجها يا برج الدالو حتى فرحان جدا ومبسوط لما تحس قد ايش ريتك حاسس انه هو يعني محظوظ انه هو يكون بحاجة ذلك محتاج تعمل عملية تنظيف يا برج الدالو وشوفتم قلتلكم عوضوعة جديدة الطاقة ده بالنسبة لكم مهم جدا مش بس الطاقة كشكل بشكل راحاني يعني او منطري لا ممكن يكون تنظيف فيزيكلي يعني بشكل ما اسمها ايه يعني وقعي انه تنظف حواليك الكراكيب اللي مليهاش لازمة درنيها ده هينظف لك الطاقة كويس جدا وكمان ما تسيبش نظف كويس. نظف بزمة. تمام? يعني ما تسيبش حاجة لازم ترجع تعملها تاني. نظف. تمام? اه لو انت شغال على حاجة دلوقتي ما تقولش هعملها دلوقتي بالشكل ده اي حاجة وباظبطها تاني بعدين. لا. نظف. عملية تنظيف. تمام? التنظيف زي ما قلنا. اما تنظيف عملي بيتا مكتبك عربيتك. حاجات دي كلها المواطعة ده هيجدد من طاقتك جدا جدا. تنظيف داخلي لروحك انك انت تتأمل في نفسك وتقرب من نفسك وتبتدي تزبط كده الطاقة بتاعتك انه تستقبل حاجات كويسة انا انا شخص كويس. وهتجي لحاجات كويسة وهوصل اللي انا عايزه كل الحاجات دي هجيب لك في اخر ان شاء الله حاجات كويسة جدا. الصلاة طبعا من اكتر الحاجات اللي بتجدد الطاقة ودي ما فيهاش كلام. ما فيهاش بصاد. هتلاقي وش تنور يعني مش اكتر من كده. وكمان لو احنا بنتكلم بشكل عملي التنظيف انك تبني مزبوط ما تجنيش حاجة وارجع زباطها تاني بعدين. لا ابتدي على مضافة. اشتركوا في القناة